السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الغزالة ديالي مجديدة لقناتي الشيوات امن انصاف كنت منكم كاملين تكونوا بخير وفي احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سوف نشارك معاكم واحد صلاة اللي كتجي اكثر من رائع وكتجي بنينة بزفة البنات والديدة قدمت معا هنا واحد صلصة اللي احتى هي كتجي خطيرة بزفة البنات سوف نشاركها معاكم مع عصير دي الخوخ اللي طيبته يجي حتى هو رائع ان شاء الله سوف نشارك معاكم فيديو قادم ان شاء الله سوف نشارك معا المكونات وطريقة تبقى معايا الفيديو لبنات الى الاخر وفرجة ممتعة ونبدأ وعلى بركة الله اول شيء سوف نحضر لهم طريفات ديال صدر الدجاج الكيمياء كي تبقى حسب الرغبة وحسب الاختيار ديالكم خليتهم طريفات كيف يمشوا معايا كبارين وشوية يكونوا غلادين باش كاملين قطعوهم يجي الشكل ديالهم مزوين سوف نوضع عليهم القليل من الملحة وقليل من الابزار يعني متكتروش البنات الملحة دفت معلقة كبيرة ونص من الزبدة وغادي نحطهم على نار اللي تكونوا متوسطة غادي المهيلة باش نصوطي هاد الطريفات ديال الدجاج ما تجهدوش النار عليهم البنات باش ما يتحرقوش ليكم ويبقوا لكم خضرين من الداخل خليوا النار متوسطة غادي المهيلة باش هكي يتحمروا على خطرهم يطيبو حتى من الداخل وكي يجيو هاد الحيمات هاد وفتين الاجهة تعليم النار هكي يقصاحو وماتي طيبوش يعني من الداخل سفي تنخليهم مرة مرة كنقلبهم فالفورشيت باش كيتحمروا ليه على هاتشكل هادا من الوجهين ديالهم بزوج بهم كيف ماشتوا معي كيتدهب اللون ديالهم هاتشكل هادا سفي وكنتفيع عليهم النار وغادي ندوزو باش نحضروا السلسة اللي غادي نرافق بها هات الشلطة هادي اللي كاتجي سلسة خطيرة بزافة البنات وكاتجي رائعة رائعة بزاف كنصحكم انكم تجربوها ان شاء الله إلا جربتوها هارا اكيد غادي تنل اعجب ديالكم لان هات الشلطة هادي كاتجي زوينة بزاف وكاتجي لديده خليت هنا يجوج معلق كبار من سلسة المايونيز دفت عليهم معلقة كبيرة من المطارد وجوج معلق كبار من زيت الزيتون وغادي نضيف حبة متبسطة ديال كورنيشو بنسبة الكورنيشو البنات هي هاتي واحد ما داق زوين بزاف هات الشلطة هادي غادي نضيف القليل من الابزار وما غاديش نضيف الملح نهائيا لان الكورنيشو مالح وحتى المايونيز والموتاردرهم مالحي سوف هنا كنضيف واحد شوية ديال الزيتر وغادي نضحن هاد المكونات ديالي كاملين مع بعضيتهم بل بغا ميكسر حتى تتحلي ديال الحبة ديالكورنيشو اللي وضعت في هات الشلطة هادي نضيف واحد درس ديال الثومة بنسبة الناس اللي ما تعجبهم في الماداق ديال الثومة يمكن لكم تستغنوا عليها ولكن انا كنت جيزوينة تعطي واحد ما داق غزال بزاف غادي نضيف ايضا عاصر ديال نص حامضة وعلبة ديال ياغورت يعني بدون اي نكا ياغورت طبيعي وغادي نطحن السلسة ديالي مزيان حتى تنسى جملية مع بعضيتها كيف مشتو وغادي نخليها على جنب ومشي باش نحضر طبق ديالي ديال السلطة كيف مشتو معي نخلي الطبق ديال التقديم وقطعت فيه الخص قطع متوسطة بنسبة الخصة البنات غسلوهم زيان بالماء والخل يعني باش نعقموها كاحسن لانك تعرفو الخص كيكون هاز بزاف ديال تراب والحشرات ايضا غسلوهم زيان البنات ونشفوه هنا كندير قليل من الليبات اللي تنكون سلقاهم من قبل بالماء والملحة سفي او كندير القليل من ذيك السلطة اللي حضرت معاكم كتجي سلطة رائعة بزاف البنات وكنزين هكا بانصاف ديال طوماتسو غيز اللي قسمتها على زوج كيف ما كتشوفوا معي على هاتشكل هادا تنحط حبات بهذا الشكل هادا بسمال هات المكونات را هم توفرين في كل منزل البنات وهات السلطة كتجي رائعة بزاف كتقدم بردا وخفيفة نقدرون ناكلوها وجبة ديال العشاء كتجي رائعة بزاف وخفيفة كيف ما ذكرت معاكم سفي هنا كندير دوائر ديال كورنيشو اللي قطعتهم رقاقين كيف ما كتشوفوا معايا كنحطهم حتى هما بهاتشكل هادا ومن بعد كننضيف القليل من دراء المعلبة او للمييس بهذا الطريقة غير قليل فقط باش هكا هاد السحن هادا يجيني متنوع بالخضار و بالالوان كيف ما شتوك يجي مبهج وكيجي رائع بزاف البناتك كيشهي ومن بعد غادي نعود نحط القليل من ديك السلصة بهذا الشكل هادا وكنكمل غادي نحط طريفات ديال صدر الدجاج اللي كنت سوطيتهم من قبل بالنسبة للدجاج البنات راه تقدروا تعوضوا بالطون يعني كل مرة وانا باش كنديرها صراحة مرة بطون مرة صدر ديال الدجاج ولكن انا كنفضلها كنفضلها بزاف بصدر ديال الدجاج لانو كيجي بنين بزاف وكيجي خاطر وهاد السلطة هادا يجي يكلوها لي بزاف بزاف يعني بنيات يكي يحمقوا عليها مني كنديرها كتسكيل كاملة ما كتبقاشي كتعجبهم بزاف وهنا كنزين بطريفات ديال البيض مسلوق اللي قطعتوا على هاد شكل هادا وغادي نزين ايضا بحبات ديال الزيتون الاسود باش هكا اللوينات كيجيوني مختلفين وكيجي هادا طبق ديال السلطة كيجي متنوع وكيجي يعني كيشهي كيف ما كان قولو سراحة رهيك تجي الدي ده بزاف وغادي نحط شوية ديال ديال ديك السلصة اللي حضرت معاكم فوق ديك الطريفات ديال صدر الدجاج بهات شكل هادا وسافي غادي نقدم سلطات ديالي على هاد شكل كيف ما كتشوفوا معايا كتجي رائعة بزاف وكتجي خفيفة وسهلة في تحضير وايضا كتجي غزالة في الماداق كنتمنى انه هاتنا الاعجاب ديالكم ما تنسوش تجعوني بلايكاتكم وتعلقكم الجميلة وتشتركوا في القناة الى كنتوا اول مرة كتزوروها وتفعلو زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وبالنسبة هذه هي السلصة اللي شاركت معاكم السلصة اللي كتجي خطير بزافة البنت وهذا عصير ديال الخوخ ان شاء الله غادي نحطو لكم فيديو قادم ومن هنا غادي نودعكم ونخليكم في امن الله وإلى اللقاء ان شاء الله في وصفة قادمة دمتم في رعاياتي له وما تنسوش الفارتاج للفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وشكرا لكم اشتركوا في القناة